أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وطلب الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يشكر ربه على هذه النعم فقال عز وجل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدٌ ثم من هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة الولد أو نعمة الإنجاب هذا الأمر محض تفضل من الله سبحانه وتعالى وهو عطية من الله عز وجل لا دخل للإنسان فيه قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يرزق البعض ذكورا وإناثا والبعض ذكورا فقط والبعض إناثا فقط ثم قضت سنته عز وجل في بعض الأحوال ألا ينجب الإنسان يسجل ربنا تبارك وتعالى ذلك في قوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ثم إن شكر هذه النعمة إنما يكون بحسبها ولهذه النعمة وسائل لشكر الله عز وجل عليها أول هذه الوسائل أن يأتي الولد ذكرا أو أنثى عن طريق زواج صحيح وهنا أو في هذه المسألة وفي هذا المقام يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية ذلك في قوله أولدت من نكاح لا من سفاح فأول وسيلة لشكر هذه النعمة أن تأتي بالطريق الصحيح الذي رسمه الشرع الشريف وهو طريق الزواج ثم الأمر الثاني يكون بالاهتمام بالأولاد وتعليمهم وتنشئتهم التنشئة الصالح وذلك لأن الأولاد من الرعية التي يسأل عنها الإنسان في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل في بيته وفي أهله راع ومسؤول عن رعيته ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل إنسان عما استرعاه حفظ أم ضيع هذه أمانة الأولاد عند الإنسان أمانة إما أن يحافظ الإنسان عليها فيكون مؤدياً للأمانة ويكون محافظاً عليها وإما أن يقصر فيكون خائناً للأمانة فالوسيلة الأولى أن يكون الإنجاب من زواج لا من سفاح الاهتمام بالأولاد وتنشئاتهم وتعليمهم التعليم الصحيح ثم بعد ذلك يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المساواة بين الأولاد لا تفضل ولداً عن ولد لا تهبوا لولد أو لبنت شيئاً دون أي مبرر ودون أي سبب لا بد أن يكون تعاملك معهم تعاملاً متساوياً متكافئاً فهم أولادك وكلهم متساوون عندك إلا إذا وجد المبرر إلى أن تزيد ولداً أو تزيد بنتاً أو أن تعطيه هدية أو عطية إلى آخر ذلك وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إذن شكروا نعمة الولد أو نعمة الإنجاب إنما تكونوا بتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف أن الله عز وجل بيده هذا الأمر وأنه القادر على كل شيء وأن يرضى الإنسان بما قسمه الله عز وجل وما قدره له ذكوراً أو إناثاً أو جمعاً بين الاثنين أو لم يعطيه الله سبحانه وتعالى لا ذكوراً ولا إناثاً كل هذا محض فضل من الله عز وجل ومحض إرادة من الله عز وجل لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه الرضا بما قسمه الله عز وجل ثم أن يكون ذلك أي الإنجاب عن طريق زواج صحيح لا عن طريق علاقات آثمة محرمة الاهتمام بالأولاد وتعليمهم وتنشئتهم العدل بينهم حفظ الأولاد وتوجيههم إلى التوجيه الصحيح الذي بذلك يكون صالحين في حياتهم ويكون صالحين في أسرهم فيما بعد فإن الإنسان إذا قدم خيراً وجد خيراً وإذا أهمل أو قدم شراً سيجد شراً كما فعل فإن الأيام دول وكما يفعل الإنسان يفعل به فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعاً على أداء المهام التي كلفنا بها من عبادات ومن أعمال إنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته